يا ربكم الخير النهاردة بقى هنعمل مع بعض احلى بورجر كده عايزة تعملي بورجر زي بتاع ماك بالزبط هتعمل ايه هجيب معي البورجر اللحمة اللحمة لسه فرموها يا جماعة طازة تفرمي اللحمة وعليها عشرين في المية من الدهت وتبدأ ان انت تحطي انا حطيت عليها دوب بس بهرات بهرات البورجر جيبت بهرات بورجر جاهزة من عند العطار وحطيت عليها حوالي معلقة كده معلقة كبيرة من بهرات البورجر وتبدأي تعجيني الكلام ده كله كده معاك كويس زي ما قلتلك لو انت عندك لحمة متلجة ما تحطيهاش لحمة فرموها وسايبها في الفليزر لا احسن ان انت تعمليها لسه جديدة بتديكي طعم مختلف تماما ان انت تكون لسه فرموها جديد بتبقى حلوة قوي آآ بعد كده بابدأ ان انا ادخل كده ايه كل الكلام ده مع بعض ولو تلاحظوا انا ما حطيتش لسه ملح خالص ومش هضيف الملح في البداية لان الملح يا جماعة بيخلي اللحمة بتاعتي تنشف فانا مش هضيف الملح آآ بعد مع جنتها بابدأ ان انا اخدها كده آآ جبت معايا الغطة بتاع الغطة بتاع الغطة بورتمان وعليه كيسة وبدأت ان انا اضغط كده عليه آآ سامحوني بقى لو الصورة مش باينة كويس آآ بجيب غطة بورتمان وحط اقوى الحتة صغيرة كده وبفوق الغطة كيسة واضغط عليه لحد ما يبقى معايا بالشكل ده كده واروح ايه مطلعه انا حاولت بس ان انا اقبر الشاشة عشان الناس بتدايق من حجم الشاشة وهي جاية بالطول آآ بتاع ده فببقى ان انا ايه اعملها بالشكل ده كده باعمل كل الكمية النص كيلو من اللحمة نص كيلو لحمة بلدي عليها عشرون في المية آآ لحمة آآ عليها عشرون في المية دهن بيطلع لي بالضبط اتناشر قطعة محترمين صراحة يعني انا عملها جوزي قال لي انت عاملها سميكة بس لما كشت آآ ما ايه لان احنا طبعا نحط لها دهن فبتسيح مننا الدهن اللي فيها بس بيديها طعم لما كشت معايا لقى ان الحجم ده حلو ومش وحش بصي بقى شكلها بيطلع عامل ازاي والله جميلة جدا انا من غير ما رياحة ولا اعمل فيها اي حاجة تاني خدتها على طول على النار وبجيب شايفين بقى كده عاملها ازاي دي كده كل الكمية اللي عملتها آآ بجيب عندي الجريل وحط فيه شوية مادة دهنية حاجة بسيطة مش كتير وبعد كده بروح مسكبها ايه الجريل بمجرد بس ما يسخن اروح نزل على طول باللحمة بص يبقى عشان اللحمة دي كانت سميكة معايا شوية آآ عشان تديني برضو يعني انا قلت ايه عشان لما تكش يكون فيها ايه آآ تيجي تكلية تحس ان انت بتاكلي لحمة مش ما تبقاش ورقة كده صغيرة آآ فعملتها على الجريل النحيتين لقيتها برضو عايزة تسوية تاني فرجعتها تاني فغمقت معايا سنة فانت تقدر ان انت تهدي يعني بتديها الاول صدمة كده وبعد كده تهدي النار عليها وتسبيها شوية عشان تكون مستوية مستوية معاكي بالضبط آآ درجة السوى اللي هي ايه مية في المية لو انت بتحبيها والضم او كده يبقى يضوب تشوحة من فوق تشوحة من تحت وخلاص على كده لكن عشان يستوي معاكي مية في المية البلد دي غير اللي انت بتجيبيه جاهز الجاهز بيكون فيه فلسوية او برغل او حاجات من دي بس هما بيعملوه يعني بالفلسوية عشان ارخص آآ الفلسوية ده خطر على الولاد فانت بدل ما تعمليها تأكلي ولادك حاجة خطر لانت اديهم حاجة معمولة في البيت مضمونة بلدي وعمليها مضمونة حتى لو جايبها مش مش بلدي بس هتكون مضمونة عن اللي فيها فلسوية وحاجات انت مش معارفة مصدرها ايه والوان طبعا صناعية ومواد حافظة بسي اللونها اللون اللحمة بيفتح ازاي آآ ده ده اللي اللحمة بتاعتك نوعها كويس آآ يعني الجزء بيحمره والباقي بيفتح لو شفت بقى التانية بتاعت برة بتلاقيها كلها حمرة حتة واحدة من كتر اللون اللي هم حطينه لها باخدها بقلبها معي على جميل التجاهد بسي بقى بصامته بقيت حلوة ازاي دي كده درجة التسوية الولدن آآ مش الولدن التسوية الميديم لو انت عايزها ولدن اللي هم مستوية كويس هتا هتروح ايه بقى تسايبها شوية كمان هديع لها النار بقى وتسيبها شوية تكمل تسويتها باخدها كده قلبها على جميع الاتجاهات بصي بقى هي كده لسه وبرضو هتلاقيها لسه يعني لو عايز اتغطي عليها حاجة تمام ما فيش مشكلة تكمل تسويتها معيك عايز اتهدي بقى النار دلوقتي عادي جدا ما فيش مشكلة بصي بقى اللون هنا عامل ازاي ولما حطناها عامل ازاي عشان ما فيهاش الوان صناعية لو فيها الوان صناعية كنت لقيتها على طول غيرت لونها بصي لقيت الدهون بقى ما شاء الله كمية الدهون نزلت ازاي ده الدهن اللي كان فيها نزل صراحة ربناك اتاكل حلو قوي آآ بصي تاكل صنوت شواحد بس منها تلاقي نفسك شبعتي انا والله فعلا يعني حرفيا سندوتش واحد شبعني قطعة واحدة بس من اللحمة دي شبعتني لو انت عام نضايتها تعملي ايه قليلي بس نسبت الدسم اللي فيها وما تحطش مادة دهنية من تحت صبية هي هتنزل كل الدسم بتاعها والعيش حاول انت تستخدمي نوع عيش يكون ايه آآ الخبز اللي هو العيش البنية ويكون فيه حبوب وحاجات من دي بيكون جميل جدا اللي هو العيش بتلاقي عليه كده حبوب مش شوفان وبزرق التاني وحاجات من دي بتبقى جميلة قوي وبرضو مش باعة جدا وطعمها حلو فباخد بقى كده معي ايه البرجر كله وابدأ ان انا اعمله بنفس الشكل واسي بقى الحجم ده الكبير كشف معي وبقى ازاي بس بصراحة طلعت لي والله سندويتش محترم جدا طوح فاقوي معي امكانيات وكرت بسيطة جدا بس كفاية ان انت عامل لولادك الحاجة في البيت بجيب بقى معي هنا ايه آآ اربع بكتات من الكاتشاب كده انا ملاقيتش الكاتشاب الكياس الكبيرة فجبت البكتات اللي هي ايه الجازة صغيرة زي دي وبحط عليهم اتنين بقى ايه من المايونيز وقال ليه بيبقى عايز اقول لك السوس ده رهيب بجد رهيب بصي بقى المنزر تحطي بقى شوية كده من السوس يعني انت حتى لو حطتي كمية بسيطة مش كتير قوي يعني انا مش حطة كتير قوي عشان يكفي صراحة بقيت الصاموتيات بس آآ حطي الكمية دي كده وحطي بقى عليها بقى المكونات بتاعتك بقى بسيط طماط ماية آآ واحدة بيرجر آآ واحدة آآ بتاع ده بسي بقى عامل ازاي آآ تقطميها حتت لحمة محترمة بتكليها بصراحة آآ ما كانش طبعا في خاص لان الخاص مش موجود عندنا اليومين دول آآ حطيت جزر بقى لو عندك بقى آآ حطيت خيار لو عندك خيار مخلل بيكون تحفة تقدر ادي فيه برضو على الخلطة بتاعتك بحط بقى فيها من فوق كده شوية ايه شوية آآ صوص من منها تاني بيطلع تحفة انا لو انا هعمل صندوطش لي انا آآ عايز اقول لكم برضو انا حطيتش فيها جبنة لان الجبنة برضو غالية جدا لو انا هعمل صندوطش لي انا مش هحط فيه طماطم ولا خيار بصراحة يعني انا بحب اكله من غير طماطم ولا خيار عارفين اللي هو لما بتروحي ماك وتطلبي صندوطش الاطفال اهواز ده ان انا بحبه الصندوطش ده اه والصندوطش فيه برضو صندوطشات تانية اللي هو ايه اللي طلبناهم في العيد اه لو شفت الفيديو بتاعنا بتاع العيد اه كنا في ماك وكده اه بصراحة دول بحبهم برضو بس بقولهم يعني بقولهم ما تحطوا ليش طماطم ولا ولا بصل لانها ما بحبش الطماطم والبصل فيهم اه بتاع ده طبعا من دي نعمت ربنا وكل حاجة انا بقول لهم اه بس ما بحبهمش في الصندوطشات عملت بقى الكمية كلها وشايفين بقت معي عاملة ازاي صراحة طحفة يعني بصي تعملي الصندوطشات بتاعتك كده بمنتهى السهولة وتعمليها في البيت بصي عملنا اتناشر صندوطش تخيالي لو جدت واحد بس كده جاهز من برا هيتلعب بكام شايفة بقى الجمال والحلاوة بتمنى الفيديو يعجبكم لو عجبكم بقى ما تنسونيش في اللايكات والكومنتات وما تنسونيش بقى في المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بصي بقى الجمال طحفة حرفيا سندوطش واحد هيشبعك بتمنى يعجبكم لايقات كتير لو لسا ما حطيتش لايك وسلم